موسيقى مشاهدين السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة وكل عام وأنتم بألف خير وإلى أبرز العنوي موسيقى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاية لقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد موسيقى اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لا تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد موسيقى للمرة الرابعة السلطنة تتوج بكاسي العالم لفئة الشباب في مسابقة التصوير الضوئي العالمي موسيقى موسيقى حفظه الله ورعا برقية تهنئة من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد في ما يلي نصها مولايا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن المكرمين أعضاء مجلس الدولة وموظفيه أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق آيات التهاني وأجمل الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذه المناسبة السعيدة التي تقترن بشهر رمضان الفضيل الذي اختصه الله بنزول القرآن وكرمه بشعيرة الصيام وفضل القيام مولايا جلالة السلطان المعظم يحل على الأمة الإسلامية عيد الفطر السعيد لتغشاها الرحمات وتحفها البركات وتضللها الفرحة بتمام الصيام والاستبشار بقبول صالح الأعمال والظفر بالرحمة والمغفرة كما أن عيد الفطر السعيد موسم لتكريس قيم التسامح والتكافل والإيثار ومناسبة للعطاء والتعاون والتراحم وتقوية وشائج التواصل والتآلف والترابط بين أفراد المجتمع المسلم وتعميق الشعور بالانتماء لهذه الأمة وتعزيز وحدتها وتضامنها مولايا جلالة السلطان المعظم ونحن نتفيأ ظلال هذه المناسبة السعيدة لندعو الله مخلصين بأن يعيدها وأمثالها على جلالتكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأنتم ترفلون في ثياب الصحة والعافية والسعادة وأن يديم على عماننا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار والنماء وأن يوفق قطى جلالتكم أعزكم الله على طريق الخير والبناء ويبارك مسيرة الخير والعطاء كما نسأله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الشعب العماني الأبي بدوام التقدم والرفعة وعلى الأمة العربية والإسلامية جمعا بالخير واليمن والبركات حفظكم الله يا مولاي وأمدكم بنصره وتوفيقه وأدامكم ذخرا لعمان وأبنائها الأوفياء وجعل أيامكم كلها أعيادا ومسرات إنه سميع قريب مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمناسبة عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها مولاي حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع مستهل هذه الأيام الجليلة العظيمة والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فريحون مستبشرون وهم يستقبلون يوم عيد الفطر السعيد يشرفني يا مولاي أصالة عن نفسي ونيابة عن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وموظفيه أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أوفى عبارات التهنئة وأزكى معاني التقدير وأجل آيات العرفان بهذه المناسبة الطيبة المباركة مولاي صاحب الجلالة شهر رمضان موسم من مواسم الخير والفلاح والسعادة والصلاح ترتفع فيه الأكف بالدعاء وتلهج الألسن للمولى تبارك وتعالى بالشكر والثناء شهر حري بأمة الإسلام اغتنامه في توحيد الصف والكلمة ونبذ الشتات والفرقة وأنتم يا مولاي صاحب الجلالة بجميل سعيكم وحسن صنيعكم ودوام حرصكم ضربتم المثال الرائع في دعوتكم الدائمة للأمة بضرورة نبذ الخلاف والبعد عن أسباب الاختلاف فبارك الله حرصكم الكريم على اجتماع الكلمة ووحدة الصف مولاي صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم ضرب العمانيون أروع الأمثلة في البذل والعطاء وحماية المكتسبات وصون المنجزات والتعامل مع مختلف الظروف والأزمات وهم في ذلك إنما يسيرون على نهج جلالتكم الحكيم وبتوجيهكم السديد وبصيرتكم الثاقبة وعزيمتكم الماضية وإرادتكم الراسخة فأثبت بنوكم أنهم عند حسن الظن كما هم دوما وسيبقون بإذن الله تعالى أبدا الدهر كما أظهرت مختلف مؤسسات الدولة ومن كل القطاعات تناغما فريدا وتنسيقا محكما وتنظيما دقيقا وعطاءا غير محدود في القيام بدورها الوطني للتعامل مع الأنواء المناخية فكان الجميع عند مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية للإشادة بالجهود والوقوف ووقفة إجلال وإكبار تجاهها وغادت التجربة العمانية في التعامل مع هذه الأنواء تجربة رائدة متميزة يسعى الجميع للاستفادة منها مولاي صاحب الجلالة تمثل التنمية الشاملة وتنويع مصادر الدخل وبناء الإنسان الركائز التي يقوم عليها بناء الدول وصناعة الحضارات وبلادنا الغالية تسير في هذا الإطار بخطة واضحة وسعي حثيث وعمل دؤوب ويعمل الجميع كل في مجال اختصاصه لتفعيل هذه الركائز والعمل من خلالها الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز ويتطلب منا جميعا العمل صفا واحدا في سبيل تحقيق الأهداف لتغدو بلادنا الغالية بلادا رائدة في مختلف المجالات وينعم المواطن العماني بالخير العميم والفضل الجزيل مولاي صاحب الجلالة إننا في مجلس الشورى رئيسا وأعضاءا وموظفين نغتنم هذه المناسبة الجليلة في تجديد عهدنا وولائنا لجلالتكم محافظكم الله وأننا لن ندخر وسعا في سبيل القيام بواجبنا الوطني مؤكدين أننا على نهجكم سائرون وبتوجيهاتكم عاملون ملتزمون والله جل وعلا نسأل سؤال المخلصين الصادقين أن يحفظكم بعين رعايته ويشملكم بجميل لطفه وعنايته وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالتكم أزمنة عديدة وأياما مديدة وأنتم ترفلون بثوب الصحة والعافية وعمان ترفل في ثوب العزة والفخار والأمن والاستقرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنية من معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمناسبة عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها مولايا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع إشراقة عيد الفطر المبارك الذي تبتهج أفئدة المسلمين باستقباله وتغمرها الفرحة في أن وفقها الله في إكمال صوم شهر رمضان الفضيل يشرفني يا مولاي ويشرف قواتكم المسلحة الباسلة وجميع منتسبي وزارة الدفاع أن ترفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق عبارات التهاني وأجل معاني التبركات بهذه المناسبة السعيدة التي تجمع شمل المسلمين على الخير والرحمة والسرور والبهجة مولاي صاحب الجلالة إن شهر رمضان المبارك شهر روحاني يربي النفس على البذل والعطاء ويغرس في نفوس الصائمين معاني التضحية وأسمى صفات الإخلاص فهو سراج تستضاء به القلوب وقوات جلالتكم المسلحة وهي تعيش تجليات هذه العبادة الربانية لتستلهم من قدسيتها شمل الفضائل والعمل بكل مسؤولية ويقين في سبيل رفعة عمان ومجدها وعزتي ورخاء أبنائها سائرة على نهج جلالتكم السديد ومستلهمة من هديكم الرشيد مولاي القائد الأعلى للقوات المسلحة إن قوات جلالتكم الباسلة وجميع منتسبي هذه الوزارة وهم عاشوا الأيام الرمضانية العطرة لا يجددون لجلالتكم أبقاكم الله العهد والولاء بهمم وعزم الرجال البواسل رافعين أكف الدعاء إلى المولى عز وجل بأن يسوق إلى جلالتكم سعادة إهلاله وبركة كماله ولا أخلى مقامكم السامي من بر مرفوع ودعاء مسموع وينعم على جلالتكم بوافر السؤدد والنعيم والعمر المديد حفظكم الله يا مولاي وأيدكم بعزته وجعل أيامكم كلها يمنا وبركة وكل عام وجلالتكم بموفور الصحة والسعادة كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك بمناسبة عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشرفني ومنتسبي شرطة عمان السلطانية أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أعزكم الله أسمى آيات التهان والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد داعين المولى جلت قدرته أن يعيدها وأمثالها وجلالتكم في خير وسرور وعومان وشعبكم الوفي في أمن ورخاء مولايا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إن من نعم الله تعالى وبفضل ما هيأتموه جلالتكم من أسباب على وطننا عمان أن يسر لأهله وكل من يعيش على أرضه الطيبة صوم شهر رمضان فعبدوه تعالى وضاعفوا من أعمال البر والتقوى كما أمرهم راجين رحمته ومغفرته وثوابه العظيم ويحل عيد الفطر المبارك فتعم العمانيين ومن يقيم على أرض عمان السعادة والسرور ويهنؤون بمظاهر العيد في جو من الأمن والطمأنينة فلله الحمد والشكر مولايا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إن منتسبي شرطتكم وهم يحتفلون بعيد الفطر لتتضاعف سعادتهم وهم يؤدون واجباتهم في توفير الأمن لمجتمعهم مستلهمين المعاني والأهداف العظيمة من عبادة الصوم وتجسيدها في معرض خدماتهم الجليلة بهممهم الوطنية العالية حفظكم الله يا مولاي الكريم ومتعكم بالصحة والسعادة وأصبغ عليكم من واسع نعمه وألائه وكل عام وجلالتكم والجميع بخير هذا وأعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1439 هجريا غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في السلطنة وخلال اجتماع اللجنة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالم وزير الأوقاف والشؤون الدينية أعلنت اللجنة ثبوت رؤية هلال شهر شوال لهذا العام بعد تلقيها بلاغات تفيد برؤية الهلال وبناء على ذلك يكون يوم غد الجمعة الخامس عشر من يونيو سنة 2018 ميلادية هو غرة شهر شوال لهذا العام 1439 هجريا وأول أيام عيد الفطر المبارك وبهذه المناسبة السعيدة وجه سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة كلمة تطرق فيها إلى أهمية التآخي والتعاون بين المسلمين وتجاوز الخلافات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بهذه المناسبة الطيبة مسناسبة توليء شهر رمضان المبارك الذي حلّة وأهلّة بالخيرات واليمن والسعادة والبركات والطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى ومناسبة استقبال أيد الفطر المبارك بخيراته وبركاته وبهجته وفرحه وأنسه يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لحظة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان أمان حفظه الله تعالى ورعاه أهمّ التهاني وأبركها وأجلها رائع من الله سبحانه وتعالى أن يؤيد على جلالة هذه المناسبة العطرة الطيبة سنين عديدة بالفرحة والبهجة والصحة الكاملة والعافية من كل بلاء وأن يؤيد هذه المناسبة على الشعب العماني المسلم وأن يؤيدها على جميع الأمة الإسلامية بكل خير وتعاون وبر وتقوى وإحسان وتآلف وتعارف وتواد وتراحم تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أظن تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار وبما أننا جميعا وفقنا الله سبحانه وتعالى لأن نصوم هذا الشهر الكريم فإن علينا أن نحافظ على هذه المكاسب العظيمة التي أحرزناها من هذا الصيام ومما ينفحه من بركات وما يبعث إليه من تقوى الله تعالى وعمل صالح يقرب إلى الله سبحانه وتعالى علينا أن نحافظ على هذه المكاسب استدامة للتقوى في تعاملنا فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين أنفسنا تطبيقا لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تبتقون فبما أن تقوى الله تعالى هي الغاية من مشروعية الصيام كما أنها الغاية من مشروعية جميع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى فإن علينا أن لا نفرط في هذه التقوى في أي شيء فيما يتعلق بصلتنا بالله تعالى وفيما يتعلق بعلاقاتنا فيما بين أنفسنا بل وفيما بيننا وبين الغير حتى تتيسد التقوى في كل جزئية من جزئيات حياتنا وهذا ما أطالب به إخواني المسلمين الذين أكرمهم الله تعالى بالتوفيق لصيامه هذا الشهر الكريم وقيامه على النحو الذي يرضى لها سبحانه وتعالى ولا ريب أن الأمة الإسلامية مطالبة بأن تتحد وأن تتعاون وأن تتآذر لا أن تتفرق كلمتها وأن يتشاعث أمرها إنما أمة الإسلام أمة واحدة في جميع الأشياء في مبادئها وأهدافها في عقيدتها وعباداتها في ميولها ورغباتها في آمالها وآلامها في كل شيء هي أمة واحدة يجب أن تتجسد هذه الوحدة في حياتها وعليه فإن كل ما ينجم بين الأمة من خلاف وشقاق وفتا يجب أن يحسم من غير أن يبقى له أثر فيما بين الأمة ليتحقق إيمانها ولتتحقق صلتها بالله سبحانه وتعالى وليتحقق قيامها بما فرض الله عليها من صيام هذا الصيام الذي يوحل المشاعر والأحاسيس بين الأمة الإسلامية فأسأل الله تعالى أن يرد الأمة الإسلامية جميعا إلى الحق والألفة والوئام والوفاق ردا جميلا وأن يقضي على كل ما بينها من خلاف وشقاق والله تعالى حسبنا وكل عام والجميع بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته توج شباب السلطنة وللمرة الرابعة بكأسي العالم لتصوير الضوئي في مسابقة بنالي الفياب للشباب التاسع والثلاثين والذي يقيم بالعاصمة البلغارية صوفيا بتنظيم من الاتحار الدولي لفن التصوير الضوئي للمرة الرابعة على التوالي يؤكد المصورون الشباب في سلطنة عمان قدرتهم على بث الرسالة الإنسانية للعالم عبر الصورة الضوئية هذه المرة نقف في قصر الثقافة الوطني بصوفيا عاصمة الصورة الرقمية لنحتفل بالإنجاز الرابع على التوالي مستعرضين في شريط ذكرياتنا صور إنجازات المصورين الشباب خلال الأعوام الماضية منذ العام 2012 في أسبانيا مبارك للشباب جمعية العمانية للتصوير الضوئي على هذا الإنجاز الرائع للعام الرابع على التوالي أو للدولة الرابعة على التوالي الفوز بكأسي العالم لشريحة تحت 6 سنة وتحت سنة 21 سنة في التصوير الضوئي نأمن أن نستمر هذا الإنجاز وهذا العطاء وهذه التهنية أصلا مزجاة لكل شباب سلطنة عمان الذين تمتعون من الكثير من الخبرات وكثير من الكفاءات مهرجان التصوير الفوتوغرافي الأوروبي الذي تحتفل به بلغاريا هذا الشهر بإقامة العديد من المعارض الفنية شهد تتويج الفائزين في المسابقة التي تقام كل عامين واحتفاظ سلطنة عمان بكأسي العالم للتصوير الضوئي في فئة الشباب تحت سن 21 عام وتحت سن 16 عاما في إنجاز غير مسبوق عندما بدأنا في فرس وتحكيم الأعمال المشاركة كانت بالنسبة لي مفاجأة كبيرة كيف تتمكن دولة من المحافظة على مستواها المتقدم لأربعة دورات متتالية وكانت الإجابة من الاتحاد الدولي إنهم بعمانا يولون هذا الجانب اهتماما كبيرا على صعيد الحكومة والمجتمع شباب السلطنة حصلوا على 459 نقطة مستحقين بذلك الكأس العالمية في فئة تحت 16 عام متقدمين على كل من سلوفينيا والصربيا وروسيا أما في فئة 21 عام فحصلت السلطنة على 437 نقطة متقدمة على النروج وبلغاريا وقبرص نفتخر بالمصورين العمانيين الشباب على هذا الإنجاز الرائع الذي حققته الفوتوغرافية العمانية في بنالي الشباب الذي نطعمه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي هذا العام في مدينة صوفيا البلغارية طبعا المصورين العمانيين لهم العديد من الإنجازات السابقة فكان أول الإنجاز في عام 2012 واستمر هذا الإنجاز بشكل مستمر لغاية الآن خلف كل صورة ناجحة يتواجد مصور مبدع أتقن وضع لمساته وأفكاره لإبراز المعاني وتوضيحها للمتلقي بصورة ناطقة للمرة الرابعة على التوالي يثبت المصور العماني علو وكعبه في التصوير الفوتوغرافي حاملا رسالة الصورة للعالم لتلفزيون السلطنة عمان أحمد بن سالم الكندي من الأجواء المنطرة في العاصمة البلغارية صوفيا شهدت أسواق السلطنة خلال الأيام الأخيرة حركة تجارية نشط استعدادا لعيد الفطر السعيد وفي محافظة جنوب الباطنة توفر الهبطات مستلزمات العيد كما تنشط ريادة الأعمال المنزلية في صناعة الحلوى العمانية والبخور مع اقتراب موسم العيد تنشط الحركة التجارية وتعد الأسواق بالباءة والمشترين لشراء مستلزمات رسم فرحة وبهجة العيد حيث تعد الهبطات واحدة من المظاهر والعادات التقليدية العمانية التي لا زالت حاضرة في مختلف أسواق السلطنة وتنشط بالإضافة إلى الهبطات ريادة الأعمال المنزلية عبر إقبال الشباب والفتيات في ممارسة عدد من المهن والحرف والتي يكثر الإقبال عليها خلال أيام المناسبات وبخاصة العياد وأصبحت ريادة الأعمال المنزلية من الجوانب التي تعمل مختلف المؤسسات على تشجيع الشباب في الإقبال عليها حيث تنشط صناعة البخور والعطور والتي تحرص مختلف فيات المجتمع في اقتنائها وخاصة التي يتم منتاجها بأياد عمانية خالصة هي حرفة أن نقوم فيها في المنزل ولكن الحمد لله بتوفيق رب العام وجهودنا الحمد لله ما شاء الله هي رياك كبيرة وحتى هي منافسة للشركات ما شاء الله الحمد لله منافسة فحتى في فترة العياد الآن ما شاء الله تعتبرها رواج كثير كوزارة ما قصرت في دعمنا في هذا المجال والآن الحمد لله يعني كعمل ما شاء الله ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين وعلى الجانب الآخر تتزين المائدة خلال أيام العيد بمختلف أصناف الحلويات والتي يتم انتاجها من قبل الفتيات ويكثر الطلب عليها حيث ساهمت في توفير فرص عمل عديدة للفتيات كأحد ثمار تشجيع ممارسة ريادة الأعمال المنزلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذه الأشياء يقوم فيها حلويات متنوعة من الماهو والحلوى النارقيل والبسكوت والمرمري رسالتي لكل امرأة عمانية أن تقوم بهذه الأعمال في المنزل وتستفيد في المستقبل عبدالله بن عامر ألويهي محافظة جنوب الباطنة دشنت باستاذ لوجينيكي في العاصمة الروسية موسكو النسخة الحادية والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم بحضور عدد من زعماء دول العالم يتقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتل البطولة التي تقام لغاية الخامس عشر من يوليو تشهد مشاركة 32 منتخبا موزعين على ثماني مجموعات شهدت حفل افتتاح مبسط تلاه انطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخب الروسي المستضيف ونظيره السعودي انتهت لمصلحة الروسي بخمسة أهداف مقابل لا شيء للمنتخب السعودي ختام نشرة العاشرة هذا تذكير بأبرز العناوين جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاية تلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال تعلن غدنا الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد للمرة الرابعة السلطنة تتوج بكاسي العالم لفئة الشباب في مسابقة التصوير الضوئي العالمي وفي الختام يسر الهيئة العامة للإذاعة وتلفزيون أن ترفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليه أعواما عديدة وأزمنة مديدة وهو يرفل بثوب الصحة والعافية والعمر المديد وعلى عماننا الغالية بدوام الرفعة والعزة وللأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات إنه سميع مجيب الدعاء وكل عام والجميع بخير إلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا